عادت الطفلة غيتة إلى حضن أمها دينا قانصو بعد عملية الصرقة والخطف التي حصلت في مدينة النبطي ليلة السبت الحادث فريد وتفاصيله مريبة إذ أن دينا ركنت سيارتها وبداخلها ابنتها الوحيدة أمام محل لبيع الهواتف لتتفاجأ بعد خروجها بصرقة السيارة والطفلة القوى الأمنية أعادت غتة بعد منتصف الليل فروت ما حدث معها تضع دينا الأمر في خانة الصرقة علما أن مبلغ ستة ألاف دولار كان في محفظتها إلا أن الصارقة دفع منه لتعبئة الوقود من دون أن يسرق المبلغ كاملا حد الساعة وحدة وربع تلفنت لي هي من رأم قالت لي ماما قلت لي تقبريني أنت وين وهيك قلت لي أنا منيحة وأخذوا دغري التلفون قالوا لي مدام نحن البنت صارت بعهدتنا ونحن ببيروت قلت لي ليش ببيروت قال لي شبناها من لبعا وهينا ببيروت وبدنا ما صرفت الطريق لنوصل عندك لقوا السيارة لقوا البنت السيارة هي حكت لنا هذا الحديث أنه هي كانت موجودة بقلب السيارة ولما أخذوها لأجهزة الأمنية كانت موجودة فيها ما جابوا السيارة لا لسه على أي قررت لي شال من البرتمونية مش المصاري شال عبا بنزين لا تبتهم الأم أحدا ولكن كان لافتا هذا البوست على صفحتها تتوجه فيه إلى المرابين في مدينة النبطي ما جعل الشكوك تصب عند هؤلاء لا سيما أن بين أحدهم ودينا دعوة قضائية بيانة اللي كتبتوا عنها على الفيسبوك هذا موضوع يعني بيخصني إليه يعني أنا بيستبعد أن يكون بهذا الموضوع بعدني بيقول لك أنه أنا وصلني الخبر مبارح للساعة أنت ننص أنه هي عملية سرقة بدي أترك الموضوع للأجهزة الأمنية العارفة ورح أتابع الموضوع وما رح أتركه إذا كانت سرقة أنا مع العدالة بدي أشوف لو أين بدنا نوصل وإذا كانت رسالة ما وصلت الواضح أن أحدا ما أراد إصال رسالة إلى دينا وملف الربى في النبطي وصل إلى حده إذ أن كثيرين يتعرضون للابتزاز من أشخاص نافذين بالمال والسلطة هادي الأمين قناة الجديد